في البداية عايزة اعرف من حضرتك ازاي شايف فكرة انه فيه ناس بتحب تستخدم الادوية المستوردة وهل فيه فرق بين الدواء المستورد والمصنع في مصر ولا لا اولا هو الدواء المستورد ثقافة الدواء المستورد دي ثقافة متورثة في مصر احنا دائما عندنا اللي بنسميه عدد الخواجر فاحنا بنسخ في المنتج الاجنبي اللي هو جاي من بره ونعد نتباهى به وكده وناس عندها فيه ناس كتير عاشد بره مصر فتبقى دايما بتبقى واخدى نوع من انواع الثقة في الحاجات اللي بتجربها بره وكده ما بتديش فرصة او مساحة للمنتج المصري ان هي تجربه قد يكون المنتج المصري اقل تكلفة لي ويوفر له خرص ولكن هي فكرة نفسها جزء الثاني هو انه فيه ناس كتير يعني السوق الدواء المصري بيبيع حوالي 60% منه اللي بيبيع الادواء الغالية وليست الادواء الرخيصة برغم ان ظروفنا الاقتصادية بتحتم على انه الدواء اللي هي اكثر الاقتصادية هي للبيع ولكن اصرار بعض الاطباء لانه في بعض الشركات اخصى الشركات الاجنبية عشان اسعارها ضعف او تغطى ضعف الدواء المصري بيقنعوا الناس انه هو لا احنا منتجنا مختلف وماد الخام بتاعتنا جاي بينها منين ومش عارف ايه وكده اه وفي حقيقة الامر ان نفس المصنع اللي بيصنع مد خام الشركة الاجنبية هو نفس المصنع ان انا بجيب منه المد الخام المصري بنفس المعايير بنفس الجودة والاثنين بيتحللوا في هيئة الدواء والاثنين بياخدوا مطابق فلا يوجد فرق ولكن فرق في الثقافات الفرق في انه في اشعات او الاعلام عموما متبنى نظرية انه لا الدواء ممكن ينزل بدون المادة فعالة الدواء ممكن يقللوا في المادة فعالة كلام ده كله بتنشر من خلال الاعلام وده كلام مش مضبوط لان هيئة الدواء لا تسمح بنزول علبة باقل من الجودة والكميات العالمية مطلوبة لانها هيئة الدواء بتراقب وفي منظمة الصلاحة العالمية بتراقب الدواء وهيئة الدواء في السوق المصري